موسيقى صباح الخير وأهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من السياسة اليوم الأربعاء 15 أيلول 2021 ضيفي في هذه الحلقة رئيس تحرير مجلة مرايا الأستاذ فادي أبو دية صباح الخير أستاذ فادي وأهلا وسهلا فيك سعد صباحك وصباح جميع المشاهدين ولدت حكومة الرئيس نجيب مقاتي في 10 أيلول بعد مخاضن استمر 13 شهرا وجرت أمس مراسم التسليم والتسلم في الوزارات الوزراء السابقون عددوا إنجازاتهم والجدد أعلنوا عن الخطوط العريضة لبرامج عملهم وها هي الحكومة تحث الخطى لاستعجال إنجاز بيانها الوزري وأقراره والمثول بسرعة قياسية أمام مجلس النواب لنيل الثقة فهل قوة الدفع لحكومة مقاتي ماضية بالاتجاه الصحيح؟ وماذا سيتضمن هذا البيان؟ وهل سيكون واقعيا ويحاكي تطلعات الناس؟ ما هي أولوياته؟ ملفات الكهرباء، المحروقات، رفع الدعم، استئناف الحوار مع صندوق النقد خصوصا أن انطلاقة الحكومة تزامنت مع تسليم لبنان في 16 أيلول الحالي مبلغ مليار و135 مليون دولار أمريكي سفينة المحروقات الإيرانية أيضا والتي كشف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أنها رست في بنياس السورية، أفرغت حمولتها وستبدأ طلائع مخزونها بالدخول برا إلى لبنان يوم غد طبعا حول هذه المواضيع ومواضيع أخرى أيضا سنحاول أن نتطرق إليها في هذه الحلقة ومنها أيضا القمة السورية الروسية التي حصلت بالأمس بين الرئيسين بشار الأسد وفلاديمير بوتن كمان عن هذه القمة رح نحاول أنه نحكي بتفاصيلها خليني بالبداية بلش مع الحكومة ومع ولادة هذه الحكومة نحن اليوم بمخاض البيان الوزاري برأيك هل اليوم بالجلسة الثالثة رح ينتهي البيان بسرعة مثل ما بلشت انطلاطه أم في بعض التفاصيل رح يتوقف عنده طبعا أسعد الله صباحك صباح جميع المشاهدين بداية موضوع البيان الوزاري بحسب ما ورد أنه اليوم ينتهي كمسودة غدا سيعرض على مجلس الوزراء لمناقشته وعلى الأغلب سيتم إقراره لأنه بنود أو نقاط البيان الوزاري ما فيها شيء معقد إلا بعض التفاصيل الإصلاحية التي يمكن أن تؤدي إلى بعض الاشتباكات داخل مجلس الوزراء اليوم على مستوى البيان الوزاري بما يتعلق بموضوع المقاومة وهذا التفاصيل خلصين مننا ولم يناقش أحد ولعل هذا من أفضل محاسن الحكومة في بيانها الوزاري الحالي يعني أن هذه الأمور أصبحت من المسلمات التي يمكن أن نتطرق إليها وهذا واحد من أهم انتصارات أيضا المقاومة في هذا المجال اثنين بيأتي موضوع النقاط الأخرى التي تهم الناس لإلعاءة بالمحروقات لإلعاءة بالكهرباء بالإصلاحات المالية بالمواد الغزائية بسعر صرف الليرة اللبنانية قياسا إلى الدولار مجموعة كبيرة من الانهيارات التي حصلت في لبنان يجب أن يلحظها البيان الوزاري بخطة إصلاحية حتى يكون مقبولا لدى المجتمعات العربية المجتمع العربي المجتمع الأوروبي هل في وقت اليوم لوضع هذه الخطة الإصلاحية حتى الآن المفترض أن الرئيس نجيب ميقاتي وهو كان في أثناء التشكيل أن يكون لديه خطة إصلاحية قد وضعها يعني هذا بالمبدأ إذا دخلنا إلى حكومة ما عندنا خطة إصلاحية فتلك مصيبة لا أكيد فيه خطة إصلاحية وخصوصا هو يعني يقال بأنه حيول مع فريق عمله أنه يحضروا البيان الوزاري حفظه أيضا أبل تشكيل الحكومي أي حكومة تأتي إلى لبنان ما عنده خيار إلا تعمل إصلاحات ما عنده أي خيار إلا تعمل إصلاحات أمام المجتمع الداخلي اللبناني ما فيه خيار إلا تعمل إصلاحات الشعب اللبناني لم يعد قادرا على تحمل أي إخفاقات أخرى وهذا ما له لا طائف ولا مناطق ولا تيارات سياسية ولا له أي شيء هذا على عموم الناس الأصلاحات المجتمع الإقليمي لم يستطيع أن يعيد الثقة إلى لبنان والتعامل مع لبنان ما لم يكن هناك إصلاحات على الأقل يرصد على الأقل هذا ما يتم الإعلان عنه في البيانات التي رحبت بالحكومة مع قلتها وهذا إن دل على شيء فهو يدل على إحدى الخيارين إما استياء كبير من لبنان إما استمراء مقاطعة للبنان صحيح لأنه كان ملفت يعني يعني عندنا قطر والكويت هؤلاء الدولتين يلي رحبوا بحكومة ميقاتي وأعلنوا عن تعاون مع لبنان باقي الدول كانت إذا رحبت أو إذا باركت أو هنت الشعب اللبناني بالحكومة فكانت تهنيئتها خجولة على ماذا يدل هذا الفطور؟ هذا يدل الفطور يدل على عم بلك حسب تقييم الدولة لكن بين خيارين إما أن المجتمع الإقليمي لم يعد يثق بالسلسة اللبنانيين وبهذه الطبقة السياسية في لبنان ما لم يسير في إصلاحات محددة تستعيد الدول الإقليمية ثقتها بهذا البلد وإما أن استمرار المخطط الإنهياري للبنان ما زال قائما وربما تكون أوراق ضغط لمحادثات أخرى قد تعقدها دول إقليمية مع إيران أو تنفيزا لمخطط أكبر وهو ما يحصل اليوم في مفاوضات فيينا بين إيران ومولايات المتحدة الأمريكية وأنا كنت دائما من عربين الذين يقولون أنه حتى هناك تويتر كتبتا في 2 سبتمبر أنه لابد أن ننتظر إعادة إحياء المفاوضات النووية الإيرانية الأمريكية والمحادثات الإيرانية السعودية انطلقت وسط مخاوف وحزر كبير وتصاعد في النبرة الإيرانية مع تصاعد في النبرة الأمريكية وحلفائها وأيضا المحادثات الإيرانية السعودية ستعود وتنطلق خاصة بعد زيارة الرئيس مصطفى القازم إلى إيران وتحديد معالم وملامح هذه المحادثات إذن نحن أمام تغيرات إقليمية كبيرة ليس أقلها ما حدث في بداية مقدمتك القمة الروسية السورية التي تعنى بشكل كبير بما يحصل في المنطقة لذلك كل هذه التطورات اليوم حتى الآن خلينا بالبيان الوزاري النقاط التي سيلحظها موضوع إصلاحات في الكهرباء في المشتقات النفطية ولكن لاحظنا بالأمس في موضوع تحرير سعر الصرف لأن هذا موضوع أساسي ويمس بحياة الناس صحيح ولكن خلينا بس أتوقف عن بعض النقاط حتى عفوا بس إضافة موضوع الصحي لأنه كمان هو يتعلق بموضوع المستشفيات التي تتصل بأرواح الشعب اللبناني صحيح اليوم هل برأيك بدأت تتحرك هذه الألغام السياسية باكرا على طاولة مجلس الوزراء يعني شفنا أنه في مجموعة مؤشرات ظهرت بالأمس بمداولات اللجنة باجتماعاء الثاني هل نقلوا الخلافات السياسية للقوى السياسية التي يمثلونها إلى داخل هذه اللجنة وخصوصا بملف الكهرباء شفنا أنه في طلب من وزير الطاقة بمهاله بضعة أيام ولكن طبعا الرئيس ميقاتي ما عطاه هذا الوقت لوضع خطة وشفنا أيضا يعني يريدون تمرير أسماء أو هذه الخطة بتفاصيلة بالبيان الوزاري خليني رايحي هل كان في نوع من الشو؟ حكومة الرئيس ميقاتي لم تكن حكومة اختصاصية خليني نكون موضحين لا لم تكن خليني نكون موضحين كانت حكومة فيها بعض الاختصاصيين خليني نقول الحكومين طبعا ما عم بقول اختصاصيين بالمعنى أنه ما متخصصين الوزراء لا أنا عم بقول من حكومة اختصاصيين وفق المبادرة الفرنسية التي أقر هذه حكومة اختصاصية بنكها اختصاصية من المستقلين كل وزير سمي من جهاته السياسية التي زكته ودعمت وصوله إلى هذه الوزارة لذلك ولاء الطبيعي إلى من زكاه ومن أوصله إلى هذه الوزارة خليني نكون واقعيين وما نحكي شيء فوق البنط لذلك كان فيه انتقادات كثيرة لذلك الاشتباك السياسي الذي كان خارج الحكومة من الطبيعي أن ينتقل إلى داخل الحكوم بملفات فيها من المناكفات السياسية لكنا نشهدها قديمة جديدة يعني هي زي طالما لم يتغير النهج السياسي في اختيار الوزراء ولم يتغير النهج السياسي في بنية النظام في لبنان طالما بقي العقد حلت بناء على ضغط وليس عن قناعة حلت بناء على ضغط خارجي وحاجة الناس الملحة وليس بناء على أسس جزرية تحل بها العقد الحكومية في لبنان إذن بعدنا نحن نفس الشيء ولو القوات هلأ داخلين في هذه الحكومة مشاركين ستشوف الاشتباك السياسي أعلى لذلك لم يشاركوا اليوم وعبروا أنه هن رح يضلوا خارج هذه الحكومة يعني بيقفوا على التل وبيبكوا عليها بس هيدا الشطرين هن فيه بكل الأحوال تهرب من المسئولية هيدا مش بطولة لا ولكن هن عندهم رؤية أخرى اليوم لا هيدا الطريقة الهرب من المسئولية هم شاركوا في حكومات متعددة هم شاركوا في حكومات متعددة وما عم بقول أنا أنه ما كانوا نشحين أنا عم بقول هم شاركوا في مسئولية هذه الحكومات المتعددة وبالتالي هم إذا بيعتبروا نفسهم مكون أساسي في هذا البلد وشايفين أنه هن قادرين على أنه يأسروا نحو التغيير والإصلاح والأفضل ومحاربة الفساد ما بيصيروا حارب الفساد نحن وقفين عن تل فوق وعن ندبك سهل ولكن هن عبروا عن رؤيتهم بأنه طالما هذه الطبقة السياسية هي لازالت موجودة بنفسها بنفسها ما رح يقدروا يعملوا تصليق إصلاح أو يغيروا ما رح يقدروا يغيروا شيء أو يزبطوا بمكان الله حتى هم غير من سيجميهم مع قناعاتهم إذا هذه الطبقة السياسية مش عجبتهم وهل قد أني مستقيم من الوضع في لبنان شو عم بيعملوا بعدهم بالمجلس النيابي مثلا مثلا استقالتهم ما رح تقدم وتأخر عبروا عن هذا الموضوع عدة مرات إذا عدم مشاركته في الحكومة أيضا لن تقدم ولن تؤخر في محاربة الفساد تنطلق في محاربة الفساد أنك أنت تحتحمل مسؤولية وزارات وتكون فعلا نموذج أبيض ناصع مهني في عملك ساعتها بتقول هذا نموذجي أنا بقدم هذا النموذج فلنحتزي به أما أنت وقعد على التل وحاطر وحاطر المسبحة وعم تدبك ما بيصير ما بينعمل وزارات هني بيعتبروا أنه قدموا نموذج جيد من خلال مشاركة وزارات جيد يكملوا فيه يكملوا فيه يعني وحلحلت بعض إذا شايفوه إذا شايفوه لكن لم يكون قوة تغييرية داخل هذه الحكومة لأنه ما عندهم الأكثرية هني ما حيقدروا يأخذوا الأكثرية لا هني ولا خلفاء يعني سينادون ما حيقدروا يأخذوا الأكثرية بالطريقة والمسار اللي هني ماشيين فيه المسار اللي بتقدر تأخذ فيه الأكثرية هي خدمة الناس أنت شو عملت لخدمة الناس هذه أزمة محروقات وأزمة كهرباء وأزمة طبابة وأزمة أدوية وأزمة 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 أزمات متعددة شو هو النموذج اللي قدمته أنت في حال كنت الأكثرية في المجلس النيابي عن المستوى المسيحي لا تقدر تعمل ما في نموذج قدمته إذن أنت اليوم مجرد شعارات وكلامات ومناظرات كلامية عم تطلع بهدف الاستهلاك وشد العصب الطائفي والمذهبي داخل بيئتك حتى تقدر بعدين تفوت على انتخابات والعصب شادد وهذا دايدنك في كل العمل السياسي منذ قدم حتى اليوم كل الأحوال هو موضوع محل بحث بكل الأحوال نحن خلينا بموضوع البيان الوزاري الذي سيتطرق إلى هذه النقاط لنقول أن الاشتباك السياسي داخل الحكومة داخل البيان الوزاري لا أنا ما أمبشر أنا أقول من الطبيعي أن الاشتباك السياسي الذي كان خارج الحكومة أنه ينتقل إلى الحكومة حتى مع وجود الرئيس نجيب يقاتي على هذه الحكومة اللهم إلا إذا كانت مفهومة كلمة العاقلين والمتعقلين الذين اكتفوا بكلمات قليلة عند تشكيل الحكومة وقالوا الآن حيا على خير العمل يعني تركوا الخلافات على جانب وخلينا نتفضل روح إلى العمل خلافاتنا السياسية من حلبي سنضيق الاقتراع بالمجلس النيابي هونيك نتنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أما بالمجلس اللوزراء اليوم وسط هذه العاصفة من الانهيارات للبنان لم يعد يتحمل الشعب اللبناني مزيد من المناكفات وأصلا ما عاد إليه خلق الشعب اللبناني يسمع هذا شو بده وهذا شو رد عليه بهدف المزايدات السياسية اليوم المواطن حتى حتى خطابات سياسية ما عاد إليه خلق يسمعها تحليل سياسي ما عاد إليه خلق يسمعه اليوم المواطن بده يسمع وين في تنكب بنزين بده الحلول اليوم المواطن وين تجيبينه الكهرباء وين بيلاقي الدواء المقطوع طيب ولكن هل هذه الحكومة اليوم تملك العصة السحرية اليوم ما بدنا ننسى أن عمر هذه الحكومة قد لا يطيح لها الوقت الكافي للشروع بمعالجات جذرية في العمق رئيس نجيب ميقاتي أنا ما بعرفه شخصيا لكن عندي أصدقاء مشتركين وبعرف أنه رجل واقع بمعنى أنه قال أنا لا أملك عصر السحرية هو قال الرجل لا أملك عصر السحرية لكن هو يملك العصر التي يستطيع من خلالها وقف الانهيارات وهذا مرتبط حتى كمان نكون منصفين لأله سنرى الدول العربية الشقيقة التي تدعي أنها شقيقة للبنان هل ستنفتح اقتصادياً على لبنان من جديد لمساعدته في وقف الانهيار؟ هل سنرى الدول الحنونة على لبنان ستستطيع أن تعقد مؤتمرات مانحة غير مشروطة لمساعدة لبنان؟ سنرى الولايات المتحدة الأمريكية عرابت الطرفين الآخرين كانت الخطوة الأولى تسهيل استجرار الطاقة والغاز والكهرباء؟ هل ستوقف الحصار على لبنان بشتى أنواعه وصنوفه؟ موضوع الكهرباء وموضوع الغاز ما أنها الأضل قصة من نية؟ أصلاً هذا موضوع معقد وموضوع طويل لأنه هذا موجود من العام 2000 ليس الآن موجود من العام 2000 هذا الخط أقر وليس الآن وهذا دليل إذا كانت أمريكا هلأ مشته؟ هذا دليل على أنه أمريكا كانت موقفته إذا هلأ أمريكا قررت تمشي معناته أمريكا كانت موقفته كان في عقوبات أيضاً على سوريا اليوم حاولت اليوم السافيرة الأمريكية من خلال بلادها أنه هلأ اليوم العقوبات على أمريكا العقوبات على أمريكا هي عبارة عن حدوة صغيرة أصبح التوزع على كل الناس مما نعجبهم بوزعوا له عقوبات واليوم طالت مسؤولين لبنانيين ما بعرش ألهم علاقة بالعقوبات بس ممكن مجرد ضغط لأنه صارت مثل حبات البومبوم يتوزعون السفيرة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية ما عاد لهم معنى يعني ما عاد لهم معنى وما عاد يخوفوا كثير بكل الأحوال وصاروا شغلات فاضية اليوم فرضوا عقوبة قانون قيسر على سوريا ورجعوا هن اضطروا أنه يتخطوا قانون قيسر لهذا دليل على هشاشة التفكير الغاز المصري وتوليد الطاقة يعني من الأردن بالمناسبة إذا كثير معزبين بالمناسبة إذا كثير بدون يتعزعوا بالغاز المصري اللي يمروا عن طريق الأردن وسوريا إلى لبنان إيران جاهزة لتعمل المحطات إيران عرضت أصلا تعمل المحطات روسيا عرضت تعمل المحطات الصين عرضت تعمل المحطات فإذا مזה حالة كثير السفيرة الأمريكية ملبكة 논리 لا ولكن نحن trat miserable في انقسام داخلي حتى نiti رأينا اليوم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أول اتصال يمكن عمله هو بدولة الكويت التي كان تمقدم تمويل لمشروع محطة نهربائية. طبعا الأردن وصوريا مشكورتان على التسهيل من وضوع الغاز ومصر. يعني نحن ما بدنا ننسى هذا الانقسام الداخلي الذي يعيشه لبنان بأنه صحيح تقدم عروضات كثيرة ولكن الحكومة اللبنانية ولا مرة تعاملت على انطروحات يعني وقعية أو بشارة فيهم. لأنه ما في سيادي في لبنان. لأنه في انقسام ما في قرار يعني موحد بهذا الموضوع. في فرق بالانقسام من السيادي. في فرق من الانقسام بالسيادي. اليوم أن لا يقبل الجيش اللبناني مساعدات روسية قدمت من روسيا. مش لأنه هو انقسام. لأنه هناك في فرض أمريكي على الجيش اللبناني. أن لا يقبل أي مساعدة خارج إطار الولايات المتحدة الأمريكية. أن لا تقبل الحكومات اللبنانية المتعاقبة. الحكومات اللبنانية المتعاقبة. أن لا تقبل العروض الروسية الإنمائية في لبنان. والمشاريع الضخمة التي عرضها بناء من البنى التحتية. وأتمنى أن يكون معالي وزير الأشغال هلأ عم يسمع. من مترو أنفاق وكل هذه التفاصيل التي تقدر تحل أزمة لبنان جزريا على مستوى وهذه عروض حقيقية قدمت مشاريع. ورجعت أعيد تقديمها بالشركات الروسية. تعاونون اليوم على دور الوزير الجديد. كونه يعني هو يمثل حزب الله في الحكومة. دائماً لدينا الأمل موجود. وبإيده القرار. يعني دائماً لا مشكلة شيء بإيده. يعني بالآخر في رئيس حكومي في مجلس وزراء. في مالية. يعني فيه بالآخر عدة تفاصيل. مش بإيده بشخطة ألم بهم. لا أكيد مش هو يتوقيعه فقط. ولكن اليوم في عروض إيرانية قدمت. إيران دائماً كانوا يقولوا أنه ماذا فعلت لبنان. يا أخي ها إيران فعلت. دعنا نرى الأطراف الأخرى ماذا تفعل. وماذا يمكن أن تفعل. مع أتبارنا ومع شكرنا لكل من يقدم إلى لبنان. من أي جهة كان. طبعاً بفسسنا العدو الإسرائيلي. لذلك اليوم فيه دولة أثبت جدية في مساعدة لبنان. وفيه دولتين أو ثلاث دول. أثبتوا أيضاً جديتهم في التعامل مع لبنان. روسيا والصين والعراق. لبدأ ببوادر النفط العراقي يصل إلى لبنان. صحيح. والنفط الإيراني وصل. مثل ما تفضلت. هم تكون كلها حلول مؤقتة إلى حين ماذا بدأ هذه الحكومة؟ هي من حلول مؤقتة عندما يتخذ مجلس الوزراء قراراً سيادياً. لما يقول أنا أريد حل مشاكلي من أي منطقة تأتي هذه المشاكل. يستطيع أن يتخذ هذا القرار. دعني يتعلموا من ما حدث. وقت إعلان سماحة السيد عن الباخرة الإيرانية. كيف استنفرت السفيرة الأمريكية مباشرة للإعلان عن الغاز. يعني حبيبتي هادي لا يأتي إلا بالضغط وتفرجيه من العين الحمار. أنك تظلك موطي راسك قدامهم لا يمشي الحال. المفروض أنه أنت تأخذ قرار قوي شجاع حكيم ينمعاً بصيرة وتكون مستنداً إلى حلفاء أو فيها ما بيتركوك بنص المعرك. اليوم هذه الحكومة ستنتهج نهج مختلف عن الحكومات السابقة. هل ستكون منفتحة على الدول المجاورة؟ هل ستطبع العلاقات؟ يعني نحن شفنا كان في زيارة لحكومة تصريف الأعمال الأخيرة. اليوم كان فيه بكلام الرئيس نجيب ميقاتي نوع من التفاؤل بهذا الموضوع. هل ستكون منفتحة على الجميع وسيتعامل مع أي دولة يمكن أن تساعد لبنان. هكذا هو لبنان. دائماً لبنان هو صلة الوصل بين الشرق والغرب وليس كسيحاً أمام الغرب. يعني يتعامل مع أي دولة هذا هو الصح. بعد نيل الثقة في مجلس النواب لأنه هذا الأصول. بعد نيل الثقة حسب ما علمت الرئيس نجيب ميقاتي يقرر الاتصال بكل الدول التي تغبطها علاقات وثيقة في لبنان. وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. شو يعني كل الدول اليوم من بينها أيضاً سوريا. سوريا ما بيقدر بعد نرجع إلى ما قبل الانفتاح الرسمي على سوريا. مع تزبط. اليوم في جدية واضحة. طبعاً في جدية واضحة في التعاطي مع سوريا كحكومة وبشكل رسمي. لأن التاريخ والجرافية والمسار السياسي أثبت أن لبنان بلا سوريا يتيم بلا أب و بلا أم. ليس بلا أب. بلا أب و بلا أم. لذلك علينا أن ننفتح على سوريا رسمياً. لأن التعاون بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية من شأنه أن يخفف الحوادث الأمنية. وأن يخفف الانهيارات الاجتماعية. وأن يزهر الاقتصاد والزراعة. نحن منتجاتنا الزراعية ويمين نوديها. عن طريق شو بضع تصدر. صحيح. سواء إلى الأردن أو إلى العراق أو إلى غيرها. إذن سوريا هي البوابة الأساسية لإنفتاحنا إلى العالم الخارج. وبالتالي اليوم هناك قرار جدي بإعادة فتح الحدود البرية بين لبنان وسوريا. وقد كان مقرراً قبل تشكيل الحكومة أن يعقد وزيري الداخلية اللبناني والسوري. اجتماعاً فنياً لإقرار افتتاح الحدود بين لبنان وسوريا بحضور اللواء عباس إبراهيم. بعد تشكيل الحكومة لا شك أن هناك انتظار لنيل الثقة. وسيستكمل هذا المشروع بدعم ومباركة من المجلس الأعلى اللبناني السوري. هل أتت هذه الحكومة نتيجة تسوية أمريكية فرنسية إيرانية سورية بحيث تقاطعت مصالح هذه القوى لترتيب الملفات الساخنة في المنطقة؟ أنا بدي أقول لك شغلي مسمعت كثير من الأراء من الإعلاميين اللي حكيت أنه في ضغط فرنسيا وإيراني وفي تسوية صفقة إيرانية وفرنسية وما بعرف شو. يعني بالحد الأدنى أنا إلي سنوات طويلة بعرف المسؤولين الإيرانيين. صفقة إيرانية أبأكد لك أنه مش موجود واللي عنده أي دليل وأي وثيقة أو أي اتصال أو أي معلوم يتفضل يطلع يحكي فيها كمعلوم. مش كتحليل. مش صفقة ولكن تقاطعت المصالح. اليوم أي أجواء إيجابية تحصل في الإقليم وفي الدول المعنية في لبنان ترخي بزلالة على لبنان. لماذا؟ لأن لبنان ليس حالة سياسية قائمة بحد ذاتها. لبنان عبارة عن بلد جاذبية يتأثر بمحيطه بكل ما يحصل في هذا المحيط. إذا يصبح خضاء النية بسوريا تجد لبنان تلقائيا يتأثر بها. بالعراق بفلسطين بكل هذه الأزمات يتأثر بها لبنان. لذلك طبيعي الحال أي تقارب فرنسي إيراني. إيران لديها حلفاء في لبنان وفرنسا لديها حلفاء في لبنان. طبيعي أن يرخي بزلالة على إيجابية في لبنان. لا ننسى أن اليوم طوال 13 شهر سمعت حضرتك تصريح إيراني واحد يقول أنه شكلوا حكومة أو لا تشكلوا حكومة. أو بدنا هيك من الدولة اللبنانية. طيب الفرنسيين والألمان والأمريكان والخليج. والخليج مضل حدا ما قال بدنا هيك بالحكومة وتعملوا إصلاحات هيك بالحكومة. ولبنان بلد فاسد وما منسلم الدولة ولا دولار. منعطيها للجمعيات المدينة. إيران لا تدخل بكل هذا الموضوع. وهم حطينا على قائمة الاستهداف السياسي والإعلام. هذه الحكومة اليوم. دعنا نظر عنه يكب السيفيات للوزراء. بيطلع معنا 80 أو 85% من الوزراء. هم خرجين إما فرنسا وإما الولايات المتحدة الأمريكية. صح؟ صحيح. ولكن اليوم تمت تسميتهم من قبل الأقدار السياسيين في لبنان. كافة. إذن. إذن. إنت اليوم تقول أن هذه الحكومة. يعني مثل ما أرادتهم الدول. اليوم إنك تقول أن هذه حكومة. إيران أو هذه حكومة حزب الله. صارت معزوفة سمجة منتهية الصلاحية. مضرة بالصحة الحكومية والإصلاحية. يعني ما عاد يمشيها. اليوم إنه علنا حكومة إيرانية. يعني عبد السموة حكومة حزب الله. وحكومة إيرانية. شوفي. ست أمد. كيف ما بدون يساعدوك؟ كيف ما بدون يساعدوك؟ شو أول اتهام بيقولولك يا. حكومة إيرانية أو حكومة حزب الله. هاي الشمعة. لحتى يتخبوا من خلف هذا الشعار. ويبطلوا ويقاطعوا الحكومة وما يساعدوا لبنان. ويخلوا لبنان على انهياره. لا بيزيحوا من درب إيران. ولا هني بيقدموا مساعدات إلى لبنان. لكن هني حتى يقدموا هذه المساعدات. كان المطلوب حكومة مستقلين اختصاصيين. غير تابعين لهذه الأقطاب السياسية. خلينا لكم. وين في مستقلين في لبنان؟ هذا كان مطلب المجتمع. لا في مستقلين في لبنان. اليوم الطائف في لبنان اللي بني عليه النظام السياسي هو الذي كرس الطائفية والمزعبية في لبنان. من يجب لهم مستقلين؟ وين في مستقلين في لبنان؟ ما في مستقلين؟ هذا النظام الطائفي متجزد. بدل أن تقول لي حكومة مستقلين وهذه ما ممكن تصير. لا بحكومة دياب صارت ولا هلأ حتصير ولا بأي حكومة قادمة حتصير. لأنه طالما البلد بالمجلس النيابي مقصم بهذه الطريقة. والرئاسات السلاسة مقصمة بهذه الطريقة الطائفية والمزهبية. كيف بدك يعني يجيب وزراء مستقلين؟ ومنهم يجيبون هالوزراء المستقلين؟ منهم يجيبون. مش مظبوطي كذب كبيري هيد الوزراء المستقلين. ما في وزير مستقل وما في قاضي مستقل وما في محامي مستقل وما في ضابط مستقل. ما فيه. هيدا الضابط لا تزكى يروح أبدا. المجتمع المدني اليوم اللي هو عم بيطالب كان بيتمسيله. المجتمع المدني هو عبارة عن أجندات أجنبية تنفذ على الأرض. مش كلهم تابعين لسفارات أجنبية اليوم. قديش 90% منهم. في منهم اليوم وطنيين يعني نزلوا إلى الشارع وعبروا عن مطلبهم. الوطني يقدم رؤية إصلاحية. مش الوطني بينزل بيكسر بالشوارع. الوطني اللي عنده انتقاد والبده إصلاح بالبلد بيقدم رؤية إصلاحية. سأوا لكن هنك ما كانوا اليوم يعني راضين باللي عم بيسير والتكسير اللي حضرتك عم تحكي عنه. اليوم هنك عم يفصلوا حالا عن هؤلاء. قديش قديش هنك. مش كل الثورة هنك اللي نزلوا. أنا ما قلت كلهم. لكن أنا قلت شو هي الرؤية اللي قدمت. هل عنده رؤية موحدة؟ هن عندهم رؤية خارج زبدنا نقول أو بعيدة عن هذه الدولة. وعن هذه المنظومة السياسية اللي أوصلت الدولة اليوم لما وصلت إلى هذه رؤيتهم. عفوا شوها المعارضين أو المتظاهرين السلميين الوطنيين. شوها الوطنيين أنا بدي أسميهم على تسميتك. اللي ما عندهم شي إلا انتقاد إيران. يا أخي بس عمال توازن. بدك تنتقد إيران. انتقد أمريكا معها. يا أخي حط ببالك بس أنه في عدو على حدودنا نحن هون. عم بيخطط لإنهيارنا اقتصاديا وأمنيا وكذا. بس هيك حسسني عن جد أنه نحن دولة جارة لعدو. صر له من السبعينات. ونحن منحاربه بكل الوسائل. حسسني بس أنه ما عندك إلا إيران. أي جهة بتطلع بتتهم. بس يعني بتطلع بتقول لك أول شيء بتقول لك إيران. حكومة حزب الله. حكومة إيران. حكومة ولاية الفقية. الحكومة مدرشون. هيدا سوالة صارت تافهة. صارت فعلا سوالة تافهة. وبالتالي المطلوب اليوم أي حدا بدي يقدم رؤية إنقاذية للبلد. أن يقدمها على صورة رؤية. مش تكسير واتهامات وسباب ولعن وكذا. شو البديل؟ ما بدك البنزين الإيراني أو المزوط الإيراني؟ شو البديل؟ قدمت البديل ونحن فرضنا عليه. مفروض الدولة اللبنانية هي اللي تقدم البديل. هل الدولة اللبنانية معناه؟ وزير الطاقة أو وزير الاقتصاب بحكومة حسان الديال. هلأ أذكروا أذكروا محاسن الراحلين. رحلوا. ما عاش ينفع الحكي عليهم. شو عمل وزير الطاقة؟ في أزمة مشتقات نفطية بالبلد. شو كان عم بيعمل؟ شو كان عم بيساوي بيادة البلد؟ شو تحرك إلى أي دول يطلع ليتحرك؟ رحل الاتفاقية العراق. وجيب النفط العراقي. هلأ نحن نعرف أنه اليوم اتفاقية العراق. اليوم اتفاقية العراق. لو لا لواء عباس إبراهيم ودعم دولة الرئيس نبيه بري. وحزب الله في موضوع النفط العراقي. كان بيجي نفط عراقي. يعني هذا عمل الدولة اللبنانية. قامت اليوم بمحاولة على القليلة. حتى نجيب النفط العراقي. رحكمل بهذا الموضوع. بس بديفوت على فاصل إعلاني أصير. نحكي بالثقة أيضا للحكومة أمام مجلس النواب. من سيعطي الثقة ومن سيحجب هذه الثقة. فاصل ومن ثم نتابع. أعود إلى لكم مشاهدين الكرام. لمتابعة السياسة اليوم. مع ضيفي الأستاذ فادي أبو دية. رئيس تحرير مجلة مرايا. نرحل فيك مجددة. نتابعا كنا نستمع ونشوف عملية التسلم والتسليم بين وزراء الإعلام. إن كان السابقة وإن كان الحالي. أريد أن أرجع بحديثنا عن هذه الحكومة. هل سيسمح لهذه الحكومة اليوم بالعمل والإنتاج من قبل الجهات الداخلية. وأيضا الخارجية. هل ستعطى فترة سماح في تصاريح لأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله. الرئيس ميقاتي يقول له أن تطرق باب مجلس التعاون فأهلا وسهلا. لكن هذا ليس هو الباب الذي ينبغي طرقه من بل باب العاصمة السعودية الرياض. ولا أعتقد أن العواصم الخليجية مستعدة لاستقبال ميقاتي في الوقت الراهن. هذا التصريح اليوم يريد رأيك فيه. ويقول أيضا أن دول خليج ستمهل حكومة ميقاتي مئة يوم. وستراقب أفعاله وأقواله أيضا. وما إذا كان أداة لإيران في لبنان أم لا؟ طبعا الرئيس ميقاتي ليس أداة لإيران. وإيران ليس لديها أدوات في لبنان. المهم أن لا يكون أداة للسعودية. هذا المهم. اثنين مجلس التعاون الخليجي. إذا كان يشترط على لبنان الإصلاحات للمساعدة. فهذا مطلب كل لبنان. هو الإصلاح. أما إذا كان يشترط سياسيا على الرئيس نجيب ميقاتي. بأن لا يكون على تنسيق وعلى تواصل مع إيران. كشرطا أو مدخلا للهبات أو المساعدات لمجلس التعاون الخليجي. فأعتقد هذا استكمالا لمشروع الحصار والاستهداف السياسي للبنان. حكومة ورئيسا وشعبا. ولكن اليوم ليس مطلوب من الرئيس نجيب ميقاتي أن يقف على الحياد. كما كان سابقا. هذا اللي أنا قلت. اليوم مطلوب من الرئيس نجيب ميقاتي ليس أن يقف على الحياد. أن يكون على تواصل مع جميع الأطراف. أن يقيم توازنا في علاقته بين إيران والسعودية. بين روسيا وأمريكا. مهمته صعبة اليوم. مهمته طبعا صعبة. ودقيقة. عندما قبل هذه المهمة. قبلها لأنها مهمة صعبة. يتحملها إلى جانب الوزراء الذين استلموا وزاراتهم. أما اليوم نحن نرجع إلى سابق عهدنا. بأن نقطع علاقاتنا مع إيران. ونقطع علاقاتنا مع روسيا. ونقطع علاقاتنا مع الصين. إكراما أو ركوعا أو خضوعا لأمريكا والسعودية. جربنا 30 أو 40 سنة. ورأنا ما طلع منا. ووقت الشدي ما رأنا إيران. وقفت بصدق إلى جانب لبنان. لم تطلب. لم تشترط. حتى ما خصصت المزوط أو المساعدات إلى طائفة أو منطقة دون أخرى. كما فعلوا في زمن كورونا بعض الدول أو بعض الجهات التي أعطوا لمناطق دون مناطق أخرى. ولطائفة دون طواقف أخرى. إيران لم تكن يوما في هذا الوارد. بدليل هذا المزوط والدوى الإيراني وغيره من المساعدات الإيرانية. مفتوحة لمن يرغب. اللي معنا واللي ضدنا. لمن طائفتنا ومن غير طائفتنا. للكل اليوم؟ للكل طبعا للكل. إذا سمحت السيد قال للكل. مين بدي يزايد على كلام سمحت لنا؟ أولويات في القطاعات وليس في المناطق والطواقف. المستشفيات يعني كل المستشفيات. هناك طلب من قبل الجميع. أنا أقول لك على منطقة البقاع. ويمكن الآن يسمعوها مني منيح. اليوم هناك إقبال على المزوط الإيراني وعلى الاستفادة من الخدمة الإيرانية. إقبالا شديدا كبيرا ومطلبا كبيرا للكثير من المناطق والقطاعات. في مختلف المناطق التي تعد حليفة لحزب الله. والأكثر في بعض المناطق التي لا تعد حليفة لحزب الله. طلبت وتطلب المزوط الإيراني. وعلى رأسها داير الأحمر. داير الأحمر ذات الأغلبية المسيحية القواتية. طلبت المزوط الإيراني من حزب الله. هذا تصريح مهم. طبعا وخليطلع رئيس البلدية ينفي هذا الكلام الذي أنا أقوله. إذا هو مطلب هذا الموضوع. اليوم هناك حاجة الناس. لا يوجد عابرة. أنت حتى لو كنت تدين للقوات. وما بدك تأخذ المزوط الإيراني. ما لديك البديل؟ بديل الدولي صح. وليس حزب الله بديل عن الدولي. ولا يوم طرح نفسه بديل عن الدولي. اليوم حوالي يغطي هذا النقص اليوم. إذا الدولي لا يستطيع أن تغطي هذا الحصائل. اليوم لا يوجد نفط في العالم. بلى. العالم مليا النفط. العالم مليا النفط. مشكلتنا يتحججون فيها بموضوع الاعتمادات. وفتح الاعتمادات. وعلى أي سعر صرف دولار وكذا. واليوم فجأة فتح لدعاسم البيت. ساعد لبنان الدولي اللي بده تساعد لبنان بتعمل مليون طريقة وطريقة لتساعد فيها لبنان. ما علي إذا وسط الباخرة هبى من قبل الدول اللي صار لنا عمر. نحن نحن وياهم نعتبر نفسنا أشقاء للدول العربية. اليوم هذا موضوع آخر. هن مستئين اليوم من السياسة الداخلية. لماذا السعودية اللي بتعتبر نفسها معنية في لبنان ما بعت الباخرة نفط إلى لبنان. وبده تمنع الباخرة النفط الإيرانية عن لبنان. عندهم مشكلة اليوم معنا. عندهم مشكلة معنا طبعا عندهم مشكلة معنا. عندهم مشكلة أنه هن يشتركوا على لبنان. يعني ما فينا نقول ليش ما بعدت. اليوم هن ينقون بأنفسهم عن الموضوع اللبناني الداخلي. شو بدهم من لبنان؟ مشكلتهم مع لبنان المقاومة. هيدا هي. مشكلتهم مع لبنان المقاومة. يعني بدهم لبنان بلد مسحوق. راكع خاضع محتل من قبل إسرائيل ليرضوا للسعودية. شو البديل؟ مش هيدا المطلب. لا عفوا شو البديل إذا اليوم أنت مشكلتك مع المقاومة أنه في مقاومة قوية أسقطت مشروعك في سوريا وأسقطت مشروعك في اليمن وما حققت الغاية والأمال والحزم والعزم وما بعرف شو اللي قمت فيها عواصف وأبو برق وزلازل ومدرشون طيب اليوم هذه المقاومة إذا أنت بتعتبر إسرائيل عدوة للقضية العربية الإسلامية إذا هي بتعتبرها اليوم مفترض المقاومة أن تكون الواجهة المشرقة للمشروع العربي الإسلامي في تحرير فلسطين صح؟ يعني خلينا نحن بموضوعنا كأننا نحن نحكي عن رئيس الحكومة أديش اليوم رح ينجح أو سيسمح له بالعمل في قلة أنه مهمته جدا صعبة ودقيقة هل مهمته تشبه اليوم مهمة الرئيس الوزراء العراقي مصطفى القاذمي بموضوع التعاطئ الخارجي مع الدول؟ يعني نحن نشوفه اليوم عنده علاقاته مع جميع الدولي بس إنما العراق ليس بلدا معاقبا من قبل السعودية وليس بلدا معاقبا من قبل الخليج العربي بشكل عام أكيد لا يعني الإمارات موجودة السعودية موجودة القطر موجودة الكويت موجودة في كثير من الدول تتعاطى مع العراق كدولة اليوم لبنان مهمته برأيي أنا أصعب من مهمة القاذمي في العراق لأنه القاذمي حتى اليوم بيروح بزور إيران وبروح بزور السعودية صح خليه يطلع رئيس الوزراء عندنا يزور إيران وشوفي لي أي باب بده يفتح له بالخليج العرب كمان في منطق اليوم العراق يتحرك بسهولة أسرع وأقوى لأنه دولة يتمتلك قدرة اقتصادية وقدرة جيوسياسية أقوى على الأرض مع أنه لبنان بيقدر يعمل هذا الدور خاصة أنه بلد منتصر على إسرائيل اليوم نجيب ميقاتي الرئيس نجيب ميقاتي يستطيع أن يلعب هذا الدور التوافقي لأنه يملك رصيد عربي مهم وقدر أن يتحرك بتوازن مع الدول وأن لا يبقي لبنان مكسر عصى لهذه الدولة أو تلك الدولة أو هذه الجهة أو تلك الجهة ممكن أن يلعب هذا الدور عن قوة نحن نرغب بجدية القيام بالإصلاحات إذا أنت فعلا بحكومتك قررت الإصلاحات الجدية مش الشعاراتية تفرض على الدول احترامها إلى لبنان أما إذا كانت خطوات الإصلاحات اللي بدك تعملها هي الشعارات وعم تعمق الفساد في لبنان فطبيعة الحال أنه نحن ما أننا عين نطلع بهذه الدول لأنه نحن عملنا إصلاحات ليساعدت لبنان صحيح يعني اليوم ستمنح إذا بدنا نقول فترة سماح بهذه الحكومة داخلية بإسباء جدية إصلاحاتها ومشاريعها الإصلاحية في مختلف القطاعات لأنه اليوم ما في قطاع في الدولة ما في ما لا يعاني من الاحتراء والإنهياء يبقى ما هي الخطة البديلة لاستعادة المهض من جديد حتى نجي نقول للدول أنتوا واجب الصداقة مع لبنان واجب العلاقة مع لبنان واجب الأشقاء للبنان واجب الحنان للبنان واجب الموضوع الخارجي اليوم بفترة السماح الداخلية وخصوصا إعطاء هذه الحكومة الثقة منحة من قبل المجلس النيابي في البعض طبعا رح يحجب هذه الثقة وعبروا عن مواقفهم في البعض يعني يشترط منح الثقة بتنفيذ عدة إصلاحات ومن اليوم قديش رح يكون في تنفيذ عملي وحقيقي أيضا لهذه الإصلاحات أنا برأيي اليوم من أعطى أو من سمى الرئيس نجيب ميقاتي في التكليف سيعطي الثقة له إضافة إلى التيار الوطني الحر سيعطي؟ طبعا سيعطي الثقة لأن اليوم التيار الوطني الحر كان وحب من بنود الاتفاق على الحكومة هو منح الثقة هذا اتفاق اليوم القوات اللبنانية ستحجب الثقة بشكل طبيعي الكتائب معد عندهم ليصوتوا في المجلس النيابي لأنهم سحبوا وممكن بعض المستقلين أيضا بعض المستقلين اللي هما خرجوا من كتل النيابية أو كانوا بالأصل هما مستقلين ممكن يحجبوا لكن المجلس النيابي بأعمل أغلب بما هو موجود سيعطي الثقة سيعطي الثقة الكتلة النيابية الكبرى سيعطي الثقة لأنها ممثلة بالحكومة يعني اليوم ما في كتلة التقدم الاشتراكي ما يعطي الثقة وعنده وزير التربية ما في تيار الوطني الحر اللي أخذ عشر وزراء مع فريق رئيس جمهوري هو يشترط اليوم حتى عم بقول بالنسبة لأعطاء الثقة بما سيتضمنه البيان الوزاري أيضا التيار الوطني الحرم مع فريق إيس جمهورية أخذ عشر وزراء ما بتخيل بعد اليوم يعني عنده شروط إضافية وبالتالي منح الثقة أصبح أمر طبيعي وبديهي خاصة أنه سبق هذا الموضوع اتفاق على منح الثقة ثلاثة حركة أمل حزب الله كلهم تمثلوا في الحكومة المرضة تمثلت في الحكومة ما بتقيد طلال وزير طلال إرسلان تمثل في الحكومة يعني كل الكتل النيابية الكبيرة بمختلف طلال تمثل في الحكومة طبيعة طلال السعر خريطة عمل هذه الحكومة على ماذا ستركز فيه عند عدة مواضيع شائكة منها تنفيذ العقد الموقع مع الفاراز ومارسل من موضوع التطقيق الجنائي في عند العمل على إعادة الأموال المحولة إلى الخارج في عند موضوع الكابيتل كونترول عند قضايا عند إصدار البطاقة التمويلية عند توفير المحروقات ومنع تهريبة وتخزينة أيضا عند موضوع المستشفيات ووضع الاستشفائي الذي بات على فراش الاحتضار لأنه اليوم الأدوية ما عادت متوفرة والإمكانيات للمستشفيات ما عادت متوفرة والدعم اليوم غير مفتوح الأصعب أنه اليوم فاتورة المستشفى تختلف عن فاتورة الدواء غير المدعوم الذي تحرر كل هذه الأمور أصبحت على محق الإصلاحات المطلوبة أريد أن أعتذر منك أن نرى التسلم والتسليم بوزارة الزراعة يمر بمنعطف تاريخي من خلال الاقتصاد والأوضاع العامة في البلد لذلك يتطلب جهد كبير ونحن نعوي الأمال كبيرة نتمنى له كان لنا الشرف أنه تكلفنا خلال الحكومة الماضية وذلنا جهد كبير هذا الجهد فعلا كان على قدر المرحلة وقدرنا نشتغل ضمن الإمكانيات لتوفرة بين إيدينا وقدرنا ننتج هذه الاستراتيجية الوطنية اللي هلأ حنحطها بين إيدينا معالي الوزير حتى يشوفوا شو فيها وشو يمكن تتطور لأنه فيه متغيرات في أمور كتير عم تتغير بالبلد حتى تتغير نعرف وضع الأمن الغذائي بالبلد بيت يكون مهدد ووزارة الزراعة هي من الوزارات الأساسية اللي اشتغلت على الأمن الغذائي وخاصة بهذه المرحلة بكل ظروفها بالتعاون مع المنظمات الدولية والجهات المانحة اللي نحن نشكرهم على تعاونهم اللي كان معنا وأخيرا أنا بدي أشكر كل فريق العمل موظفين وزارة الزراعة من المدرين عمين إلى المدرين إلى رؤساء المصالح إلى رؤساء المراكز إلى كل موظفين وزارة الزراعة فيها لبنان اللي كان من خلال الوضع الصحي والوضع الاقتصادي ووقوفنا إلى جانب المزارعين اللي بشكلوا 40% من الشعب اللبناني لذلك أنا بدي شد عقيدكن بدي لكم نستمر بهذه المرحلة لأن الوطن ما ممكن يقوم إلا بهمة الشباب بهمتكن أنتوا إذا الوطن بيرجع بيقوم بيستعيد عفيته شيئا فشيئا أنا بدي أرجع رحب فيك معالي الوزير أهلا وسهلا فيك بداية أهلا وسهلا فيكم جميعا دكتور عباس مرتضى الأخ العزيز على كل الجهود التي بذلها في سبيل إنجاح وزارة الزراعة وخطاع مركزي وأساسي في الجمهورية اللبنانية الشكر موصول أيضا لسعادة المدير العام والمدراء العامين وأيضا كل من يحمل مسؤولية في هذه الوزارة وعندما أقول من يحمل مسؤولية أي موظف اليوم في وزارة الزراع هو مسؤول يعتبر نفسه مسؤول أمام الوطن وأمام الله لأننا جميعا نحتاج أن يكون هذا القطاع مركزي ومن يحب أن يكون هناك تفاعل مباشر وسريع ومستمر سنعمل على خطين متوازيين خارجي وداخلي خارجي يستهدف أن يكون هناك تفاعل مباشر وسريع ومستمر ومتلازم مع الهيئات الدولية المانحة وكل الهيئات التي عكفت الوزارة على التواصل معها وسنعكف على أن نطرق أبواب الجميع كل الدول الإقليمية الاتحاد الأوروبي وكافة الدول الصديقة حول العالم ولله الحمد أصدقاء لبنان كثر لبل معظم دول العالم باستثناء العدو الإسرائيلي هم أصدقاء للبنان في الموضوع الداخلي أيضا ستتحول بإذن الله بجهود كل من موجود في هذه الوزارة ستتحول إلى خلية نحل حقيقية بمعنى نحن اليوم نحتاج إلى خطة طوارئ حقيقية اليوم في الوزارة لأن ما يحتاج الوطن اليوم والجميع يعرف أن الأزمة أكبر من الجميع الأزمة اليوم حقيقة نحتاج أي جهد مننا كوزير وكمدراء عمين وكموظفين وبالتالي هي مسؤولية أخلاقية سياسية دينية قبل كل شيء وبالتالي الوطن اليوم على المحك ونحن أمام اختبار حقيقي إما أن يبقى هذا الوطن بجهودنا وبإرادتنا أو أن نذهب جميعا إلى مكان لا سمح الله لا يمكن أن نتصوره بالتالي اليوم كل الجهود يجب أن تتركز داخل الوزارة على تفعيل كل الجهود والأطر التي تخف المزارع هو رديف للفقير لأن مزارعي لبنان هم فقراء لبنان هذا القطاع كما تعلمون هو يستهدف نصف اللبنانيين إما مستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر فالإرادة موجودة لا شك الهمة كبيرة بوجودكم جميعا وأيضا الأزمة كبيرة إذن نحن محكمون بالأمل لا يمكن لنا التراجع ولو قيد أنملة نحن محكمون بالنجاح بالأمل بالتعاون جميعا نحتاج الهيئات البلدية الموجودة في كل الوطن على مساحة الوطن أيضا نحتاج جهد الجمعيات يجب أن نتعاون جميعا من أجل إنجاح القطاع الزراعي لأنه هو قطاع مفصلي في تنمية ونمو وزهار الاقتصاد اللبناني وفي الختام لأنه اليوم حقيقة هو العمل هو أساس أنه المواطنون قد شبعوا تصريحات وكلام رنان والخطط الكبيرة العريضة نحن نحتاج كطة طوارئ باتت خيار لا يمكن أن نبتعد عنه وشكرا جزيلا لكم نسلم مع بعضنا إذن مشاهدين تابعنا عملية التسلم والتسليم في وزارة الزراعة بين الوزير عباس مرتضى والوزير الجديد عباس الحج حسن. طبعاً كنا نحكي عن الحكومة وعن منح الثقة ولكن ما بقف عن نواقل بدي أسألك أيضاً عن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى روسيا. ماذا حمل معه خلال هذه الزيارة؟ شو إنعكساتها؟ شو رح تكون مفاعيلة أيضاً؟ طبعاً اليوم هذه القمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بين روسيا وسوريا. طالما هما دولتان حليفتان قاتلا جنباً إلى جنب المشروع الإرهابي وإلى جانب إيران طبعاً وحزب الله المشروع الإرهابي الذي عصف في سوريا. وبالتالي اليوم هناك مرحلة جديدة في سوريا وهي مرحلة التحضير إلى ما بعد انتهاء الحرب العسكرية على الإرهاب. وخاصة أن سوريا استعادت القسم الأكبر من أراضيها وبقي أمام معركتان كبرى معركة درعا التي أيضاً شرفت على الانتهاء بتسليم الكثير من الإرهابيين الأماكن والمنافذ التي كانوا يحتلونها. ومعركة إدلب. ومعركة إدلب. طبعاً. بقى إدلب. هل ترحونات هذه الزيارة يعني؟ بانتظار تسويات معينة على هذا الموضوع. لنرى هل يمكن التسليم إدلب دون الحاجة إلى معارك يراق فيها دماء؟ أو أن هناك حلول أخرى قد تحصل. خاصة أن التعويل على الانسحاب الأمريكي من سوريا بات وشيكاً أو بات على مقربة من تسويات معينة. يمكن أن تؤدي إلى انسحاب أمريكي. وبالتالي تحرير الأبارة النفطية التي كانت تقع تحت سيطرة ومصادرة الجيش الأمريكي في سوريا. وهذا يؤثر على الاقتصاد السوري في مرحلة إعادة الإعمار. لا ننسى أن هناك نقطة أخرى وهي الانفتاح العربي. الذي بدأ رويداً رويداً باتجاه سوريا. بدأته الإمارات. ثم تبعته المملكة العربية السعودية من خلال زيارة رسمية إلى سوريا. ثم ردوا الزيارة الوزير السياحة السوري الدكتور رامي مارتيني إلى الرياض. وتتتالى أو تتوالى الزيارات. لا ننسى أن الكويت أيضاً دولاً فتحت على سوريا. الأردن دولة تتعاون مع سوريا. خاصة بمشروع خط الغاز المصري. مصر عادة فتحت إلى سوريا. يعني هناك مرحلة جديدة. يجب أن يؤسس لها روسيا شريكة في هذه المرحلة. في التعاون السياسي والاستراتيجي والعسكري. وتثبيت النقاط على الأرض السورية. بعد مروح حوالي ست سنوات من دخولها للحرب. ومرافقتها لمنعها الولايات المتحدة الأمريكية من قصف سوريا منذ العام 2011 عبر الفيتو في مجلس الأمن. الذي كانت تستخدمهم. إذن هذه المرحلة تتطلب في كل مرحلة من المراحل عقد قمة بهذا الشكل. يختلط فيها السياسي. روسية اليوم. يختلط فيها السياسي. خاصة أن لحظنا وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل مقداد كان موجودا. وهذا يتصل بالمباحثات الدولية التي تحصل سواء كانت في فيينا أو في أستانا أو في غيرها من المباحثات. اثنين. وزير الدفاع الروسي كان موجودا. شيوغو الذي كان له اتصال على أرض الواقع على المستوى العسكري في المعارك التي يمكن أن تشن لاحقا. لا ننسى أنه بعد في أراضي احتلتها تركيا من خلال هذه الحرب. سنرى كيف يمكن حل هذه الأراضي لإعادة كامل الأراضي السورية. وأن لا يحصل في الأراضي. وخصوصا أن تركيا اليوم أخفقت بوعودها لروسيا بالانسحاب من سوريا اليوم. هذا ما يعني تعاني منه اليوم روسيا مع تركيا. تركيا لها أطماع متعددة في سوريا. لا ننسى أن المعامل التي كانت في سوريا معظمها وجدت في تركيا. أثار تاريخية سرقت من سوريا وجدت في تركيا. الكثير من الموارد والتاريخ السوري أصبح في تركيا. لها أطماع كبيرة في الأرض والتاريخ والجرافية التركية موجودة في سوريا. لكن أعتقد هذا الحلم بعيد المنال. خاصة أن سوريا بدأت تستعيد عفيتها. الآن الذي يسمعنا أريد أن يقول أين المزوط في سوريا؟ أين الغاز؟ أين الكهرباء؟ أين الماء؟ أين كذلك؟ ما يعانيه أيضا في لبنان. ما يعانيه لبنان. يعانيه سوريا ويعانيه العراق. حتى بالعراق يا جماعة نفس المشاكل الموجودة. الكهرباء لا يوجد غلب البنزين والمزوط بشكل كبير جدا. يعني لا تفكروا المشكلة واحدة. ولكن هناك بلاد أن نفط. بس ما في طوابير. بس ما في طوابير. بالعراق. بلد مشتري. ولكن في سوريا يعانيه من ذات الأزمة التي نحن عايشين. طوابير أزل على محطات الوقود. ارتفاع الأسعار. هذا الحصار اليوم على سوريا سيعقبه أيضا انفراج كبير عندما تستوي الطبخة الإقليمية والدولية. لأنه بالنهاية المشروع الأمريكي فشل. المشروع الخليجي فشل. المشروع كل من كان يحلم بتدمير سوريا كنظام وكدولة وكمؤسسات وكجيش فشل. اليوم بقي الحصار الاقتصادي. سوريا لديها الكثير من المقومات لتستعيد عافيتها من جديد. والنهوب من جديد. وهذا ليس بغريب على دولة مثل سوريا. عانت سابقا واستطاعت أن تنطفض من جديد. ولكن سوف تتغلب على كل هذه الصعاب. إن شاء الله أيضا لبنين. أنت شوف في دولة ما عندها كهرباء تعاني من كهرباء. تجيب تتعامل مع الحكومة اللبنانية لتمرير الكهرباء للدولة اللبنانية. أي وعي قيادي هيدا. ما في مصلحة أيضا سورية اليوم بهذا الموضوع؟ شو المصلحة؟ فقط يعني سابقا يمر. تأخذ كهرباء؟ تأخذ كهرباء مثلا؟ شو المصلحة؟ ما هي عرضت على لبنان كهرباء معامل حرية بحلب. حتى لو بدها تأخذ كهرباء. هذا أقل للواجب. طيب ما هيدي يعني في أيضا مصلحة اليوم سورية بتمرير. لو كانت سوريا تحتاج إلى لبنان لتمرير مشروع كهرباء مثل هذا الكهرباء. هل سيكون هناك إجماع لبناني على إعطاء الكهرباء إلى سوريا؟ بأكد لك لا. هذه معادلة أخرى هلأ طرحتها. ولكن نحن نقول أنه كمان في مصلحة سورية اليوم بتمرير هذا الغاز المصري. لا في مصلحة لبنانية. من الأردن. لا في مصلحة لبنانية. أكيد مصلحة لبنانية. ولكن اليوم سهلت. وسوريا سهلت. طبعا. سوريا سهلت هذه المصلحة اللبنانية. وقبل ما يوصل وقتك على الأخير. أيضا كمان سوريا تتحمل ولا زالت تتحمل عواقب مساعدة لبنان. وليس أخيرها استقبال الباخرة الإيرانية النفطية التي رسدت في بنياس. والتي يمكن أن تتعرض لعدة رسائل عدوانية من إسرائيل بعد إفراغ هذه الباخرة. هناك إلى حصة من هذه البواخر. هناك إلى حصة سوريا من هذه البواخر. لا طبعا ما إلى حصة. إلى حصة ممكن باعتداءات إسرائيلية. لأن بعض الأطراف الداخلية يقولون بأنه لا يجب منع تهريب البنزين والمزوت من لبنان. يعني إيقاف هذا التهريب. يمكن ما كنا وصلنا لهذه المرحلة. يقين أنه ليس الدولة السورية تطالب بالتهريب. ويقين أنه ليس حسب الله يهرب. أكيد لا. أحنا مش عمنا نقول هيك. ولكن المهربين يطلبوا أنه وقف هذا التهريب. المهربين مثلهم مثل المحتكرين. لا دينة لهم ولا طائفة لهم ولا إنسانية لهم. ومحدا قدر يوقفهم اليوم. لا مش محدا. طبعا الدول قادرة توقفهم. اللي بيضبط حدوده قادر يوقفهم. ليش مش ضبطين الحدود اليوم. هيدا سؤال. مش شغلته يضبط حدود. مش عم ما بحكي عنها. بحكي عن دولة لبنانية. أما الدولة اللبنانية. لماذا لا تطبط للدولة؟ إذا أنت متمثلة بالجيش اللبناني أو بأمن الدولي أو ما بعرف مين الجهة المسؤولة عن هذا الموضوع. هي قادرة أن تطبط هذه الحدود. مسئولية الجيش ضبط الحدود. حزب الله مسهل. مسئولية أيضا سوريا أن تطبط حدودها. والجيش السوري أيضا يقوم بهذه المهمة. لكن قوى الاحتكار وقوى التهريب كوني أكيد أقوى بكثير من أي مشروعية ممكنة موجودة. يعني إن شاء الله تكون اليوم من الخطوات الإصلاحية لأمام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مننا هذا الموضوع. لأنه فيه استنزف لأموال الدولة اللبنانية أيضا. نحن خلص وقتنا. بدأت شكر حضورك معنا رئيس تحرير مجلة مرايا الأستاذة فادي أبو دية. شكرا لك وأيضا مشاهدينا الكرام. أشكر لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. اشتركوا في القناة